موسيقى مثل ما بدك يا ربنا فلتكن مشيئتك قديها الكلمة هايضي منحكيها ومنطلب من ربنا انه تكون مشيئته بالسراء وبالضراء وكتار كتار من الاوقات بالضراء لانه نحن من نتيجة بشر عنا الطبيعة البشرية وديما بحاجة لحد يسندنا ويساعدنا نحن اوقات منطلب هايدي السلدة والمساعدة من خينا الانسان شو بالحرق اذا طلبنيها من الرب الرب الكامل والكلي القدرة من اللو لتكن مشيئتك في حياتي هايضا الموضوع بكل حزافير ونقاته بيسعدني رحب بالاسيس الدكتر ادجار ترابولسي يلي رح نتنيول هايضا الموضوع سوا ويفسر المية اكتر ويلقي عليه الضوء اكتر اسيس صباح الخير صباح نور اسعدنا بوجودك معنا مع انه كنا عم نركض طيطلع كل شي تمام على الكاميرا وقف السلولار رح تأخر لحظة نشكر الله بس لانه لتكن مشيئتك رجع مشي نشكر الله نحن شو ما يصير معنا بالحيات خاصة بالضراء اسيس منقول مثل ما الله بيريد هاي تعلمنيها من اهلنا مثل ما الله بيريد ادي مثل ما الله بيريد او فلتكن مشيئتك لازم نخدها كسلوغان بحياتنا الصباح الخير للمشاهدين الاعزاء اللي بيتابعونا جماعة الماضي كنا بنحكي عن انتظار الرب نعم قلنا شو ممكن تعني اليوم بدنا نحكي بموضوع مشيئة الله بحياتنا بخياراتنا بمفترق طرق نقف عليه بظروفنا الحلوة والمرة نحن معودين نقول ان شاء الله ولكن هاي دي صارت مثل عبارة للتأسف على انه امر لن يحصل ابدا والله ما بيتدخل او مثل ما الله بيريد يعني نكون احنا خلص كبينا هيكي بشكل شبه مأساوي هل حقيقة الله عنده ارادي لكل واحد مننا هل نحن بنطلبها كيف بنعرفها ان شاء الله بيكون هيدا موضوعنا اليوم ولا ربما اسبوع الجي الجي الجديد هل بيقول ان شاء الله هل بيقول ان شاء الله بحياتي بعمل كذا او كذا خياراتنا اليوم فيه ثلاث خيارات كبيرة العلم شو بتعلم الشغل شو بشتغل تالت شي مين بتزوج يمكن فيه خيار رابع كبيرة وين بسكون قضايا مثل هاي الانسان بحاجة احيانا للنصيحة للتشاور لاخد رأي من آخرين طيب وين الله من هايدي الاسئلة المفصلية اللي بنوقف عندها ونحن بحاجة لارشاد لقايدنس فمن هوني انا قلت لازم نحكي بهذا الموضوع وفيه عندنا سند بالكتام قدس كتير قوي هلا بعد شوية بنحكيه بيطلعنا من قصة نقول ان شاء الله على المستوى هيك اليائس لنعرف حقيقة مشيئته الخيرة الصالحة لقلنا هلا إذا بدنا نحكي بعمق الموضوع فيه كمانا كتير امور بتصير معنا يمكن منا كتير منيحة بحياتنا منقول له وين مشيئتك يا ربي هلا رح نطرح الموضوع بس بدأتوقف عند كلمات مثل ما الله بيريد نحن هايدي تعلمنيها من نحن وعم نكبر اهلنا وشدودنا مثل ما الله بيريد شو بدك تعملي هيك يا ستين مثل ما الله بيريد كانوا يكبوا قدامنا وكأنه تركوا كل همومه ونشجونه ونأحزينه ونتطلعاته للأله يلي بيكون هالأد تارك نفسه للراب يا أسيس بيصلوا اللي بدوا إياه بس عن صدق يلي تربينا عليه هو نتيجة مجتمع كان بيخاف الله وكان متكل على الله ولكن بمجتمع آخر يلي الله مش موجود ما حدا بيربي حدا على إن شاء الله هلا مش معناتها أنه نحنا تربينا على أنه أقول متل ما الله بيريد ونحنا فعلا ناطرينه هااااااااا انه ه Haedie من جهة من جهة تاني الجيل الجديد مش قايم له الله حساب الله مش موجود عنده والجيل الجديد عم بيجيب أولاد وما عم بيربيهم على وجود الله بحياته وإذا قاله قول مثل ما الله بريد واتطلع الصبي على بيه ما شافه بينطر مشيئة الله بأي عمل كيف هو بده يعرف أنه يطلب مشيئة الله وينتظره إذا سمحتي لي خليني أقرأ نص من الإنجيل المؤدس بهذا الموضوع ونشوف أهميته أن نص من رسالة يعقوب يلي بيقول يعقوب أخو الرب هلما الآن أيها القائلون نذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك وهناك نصرف سنة واحدة ونتجر ونربح أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد لأنه ما هي حياتكم إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل أود أن تقولوا إن شاء الرب وعشنا نفعل هذا أو ذاك وأما الآن فإنكم تفتخرون في تعظمكم كل افتخار مثل هذا رديء فمن يعرف أن يعمل حسناً ولا يعمل فذلك خطية له جيل بأيام يعقوب أخو الرب يعني جيل الأول وهو ببداية الرسالة بيقول بيحدد بالتمام لمن عم بيكتب ناس متدينين من المفترض وأبناء بيئة بتآمن بأله ولكن بيقى حديثهم لما بيحكوا عن الشغل والتخطيط للعمل بيقدموا خطة متكاملة ما فيها الله تماماً مثل جيلنا اليوم اليوم ما في بيزنس مبني على الله في بيزنس في خطة في برنامج عمل بدون الله في هل ترى هنين ببيئة متدينة ما بيقابنوا بأله أو ما بيقابنوا أنه الله بيتدخل بالأعمال الله بيتدخل بغير شي بس ما بيتدخل بالأعمال أو أنه الله عاجز أنه مش بس يعطي الإرشاد أنه يشتغل معنا يشتغل معنا حلوة هالكلمة يشتغل معنا وفينا ومن خلالنا أو أنه الله إذا واحد اتكل عليه بيتبهدل فجربي زبط حالي بدونه لأنه إذا واحد بيمشي بيخوف الله بيصلى محال حلو بس شي كتير مرتب بس هون إحنا إذا بدأ ندرس مشيئة الراب يا أسيس هي نسبية يعني مشيئة الراب عند الأسيس شي لأنه أسيس عند صحر شي لأنه هي نسبي هلأ لا لا خلينا نقول سؤال نطرح سؤال هل الله عنده مشيئة عامة لكل الناس بعدين بيتركهم كل واحد يدبر أموره أم ضمن المشيئة العامة لكل الناس عنده مشيئة خاصة لكل إنسان كل إنسان هل الله عنده خطة لأله هوني مش عم بيقول إنه الإنسان مش ما سمح له يعمل خطة لأله نعم ولا ما سمح له يبرمج حياته ومش عم بيقول إنه إنت تخلى عن خطتك ومشي على الهوارة عفوان على العبارة مثل ما أكيد مثل ما هي على حجة مثل ما الله بيدبر كيف ما إجيت تجي هيدا نوقة من العبثية الدينية هيك والكسل الديني المروحة مش هيك عم بيقول هو ما قاله إنه إنت ما بيحقل لك تخطيط وما بيحقل لك تطمح وما بيحقل لك تحط أهداف و وحتى هو أهداف يعني هون إذا بنقراها نشوف إنه عنده خمس عناصر هيدا الزلم اللي عم بيحكي يعقوب عم بيقول لهم أنت اللي عم بتقول خليني روح أهل مدينة أو تلك حدد المكان مضي سنة واحدة حدد الزمان والمهل الزمني هيدا جزء من التخطيط السليم نتجر حدد العمل روح أهد بده يتاجر أو بده يزرع أو بده يصنع حدد العمل ونربح حدد الهدف وضمنا حدد إمكانياته أنا بيقدر تاجر مش عم بيقول له هولي غلط وما بيحقلك فيهن لا هولي بيحقلك فيهن وين الغلط أنه حط خطة بنظره متكاملة وما فيها الله ما قال إنشاء الرب وعيشنا فبهيدا أخطأ وهون نحنا منشوف إذا الله عنده ما شيء عاليا لقلنا ونحنا عنا حق البرمجة ونحط الشغل كيف بدنا نحنا نعمل سينكرونيزازيون بينياتهم حتى يتبارك العمل هو نطلب مشيئة الله هل بدك هذه المدينة أو تلك هل بدك هذا العمل أو ذاك هل أنت ولي التوفيق شو بدك مني يا رب فهوني بيبلش يختلي في المنطق المخطط خلف الأعمال تبقى السيس أنا كأنسين أتمتع بالطبيعة البشرية كيف بدك اكتشف مشيئة الله أو بالأحرى السؤال هل لازم اكتشف مشيئة الله بمسيرة الحياتية هون يعني بيجاوب على السؤال الثاني تسا سمحتيني السؤال الأول اتركه ليا ل بآخر الجلسة أو لأسبوع الجي لأنه كيف نكتشف مشيئة الله كيف بفهم عليه أنه كيف بيحكيني بيظهر علي بملاك مثل ما ظهر على قديسين وقديسات على بريام العضرة على الإنبياء هل بيفتح السماء وبيحكي من فوق نتركه لجمعة الجي نعم بس هل لازم اطلب نعم لازم اطلب مشيئته فهو بيجي بيناقشه أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد لأنه ما هي حياتكم إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمح قال له انت شو بتعرف عن بكرة هل توعى بتلاقي بكرة أو بتموت اليوم يمكن ما تظبط إنه بروح سنة وبشتغل يمكن ما تستمر في عنا بانجلوكا الاصاح 12 مثل الغني الغبي يلي قال كبرت اهراءاتي وامتلت وبيدي كبر أكتر أبني اهراءات أفضل وإلى آخره وبعيش وبتنعم إجا علي ربنا بهديك ليلي قال له الليلة تأخذ نفسك منك وهذه التي أعددتها لمن تكون فأنت هل قادر تضمن حياتك هذا أولا هل لما قال التجر وأربح هل قادر أنت قادر تضمن النجاح هل قادر تضمن الأعمال هل تتغير الأمور فجأة أكبر منك ظرف بالبلد اقتصادي حربي تهبط قيمة العملي بيهربوا العمال يمكن يسرقوك يمكن الناس ما يتجاوبوا معك العناصر كلها أنت حطيت خطة هولي كيف قادر تضمنه فهولي يلي إجا أعطيه حتى يقل له انتبه أنت ما فيك تضمن الخطة وبيقل له حياتك مثل البخار تظهر قليلا وتضمحل شو يعني هكي أنت العمر بيمضى بسرعة يمكن ما تعمل شي ويمكن أنت تمود فبقى بينصحوا بناءا عليه قول إن شاء الرب وعشنا نفعل هذا أو ذاك طيب بس فكتار أسيس بيقلولك أنا تركها على الحظ وبيرفقوا كلمة تانية والأدر هلأ ما بعفني الأدر شو بالنسبة لألهم بس كثير مسمع أنه أنا رح خطط أنا رح ضبط أنا حياتي أنا المرشد طبع حياتي وتركها على الحظ والأدر شو رأيك بهذا الموضوع فيه ناس بيقامنوا هيك بس الأدر عندهم الله ولا الأدر عندهم فيه ناس بيقامنوا بالحظ أنه تفتح هيك شي بلحظة أبراشقون أبراشقون يقروا الأبراج لا أكيد ويشوفوا كيف بدوا يكون نهارون وتجارتهم وعملهم بناء على اللي بيقروا صباحا أكيد وهذا كله تأليف بتأليف لا ففي ناس عيشين هيك أي وفي ناس عيشين على الأدر أنه الله اللي مقدروا أو القدر شي بالغيب قوة خارجية بالكون تحدد للإنسان وهي دي شغلة فلسفية قديمة هوني ما عم بشوف أنه بمعنى لما قالوا طلوب ما شيئت ربنا إن شاء الرب وعشنا تسليم لقدرية دينية فيستجديزم يعني أنه الله اللي مقدر لك وإنت ما تتدخل وما بتعمل شي اللي مقدر لك بيكون لألك هل الله بيقدر للناس أشياء معينة نعم ولكن الإنسان ما عم بيقوله أنت محروم من أنك تخطط وتقوم وتعمل بالأخير بك تقوم وتعمل ما بتهبط تسلي من السماء ملياني فلوس بدك تقوم تشتغل فهوني ما عندي أنا شيء من كسل باتكال على القدرية إيمان مطلق أنه الله هو اللي بيعمل عم بيقوله لا بدك تروح تعمل بس بك تقول إن شاء الرب وعشنا نفعل هذا أو ذاك طيب يعني مش غلط أنه الوحد يخطط وينسق وينشي ويقول أنا مخططة بالحياة هيك هوني بدنا نحكي وهو ما قاله تخطيط ضروري والكتاب مقدس وأنا عم بقرأ مع العهد جديد تشوفي العهد جديد مش بس ديانة محبة الله وصلاة وأداسة لا ديانة عملية بدنا نكون عيشين عيشة كريمة وإذا أخذنا الأمثال من العهد القديم وأمثال المسيح وتعاليمه في العهد جديد بتشوفي إنه لازم نخطط لازم نتشاور بكثرة المشيرين تصنع الحرب لازم نتشاور نسأل الخبراء والمخلصين لأنه أحيانا نسأل حدا بيكون مدر وندرس الموضوع كتير منيح ولكن الركن هو الله نتكل عليه ونطلب مشيئته وإرشاده يفتح بصيرتنا يسدد خطانا الإنسان يخطط ومن الرب النجاح فبده يتكل عليه حتى بإيمان وبصلاة بطواضع يقول له أنا يا رب عم بطلب منك إنك توفقني وعدم الطلب هيدا قاد يعقوب إنه يتابع ويقول إنه أنت اللي عم تحكي أنت تفتخر وافتخار مثل هيدا رديق الاتكال على الذات في شيئنا الافتخار أنتم تفتخرون في تعظمكم هيك عم بيقول له كل افتخار مثل هذا رديق فمثلا بتشوفي إنسان بيوصل لمرحل بيتعلم بياخد شاهدة بيفكر أنه هو بيفهم بمصلحة ما بيعود يرد ما بيعود يسمع وبيروح بيخطط ويشتغل وحتى مش بيتكل على الله تقبل خسي براثه هيدا هي هيدا الافتخار الرديق فعم بيقول له هيدا أمر سيء وهيدا ما بيوصلك لمحل فبيعلمنا التواضع هوني بالتخطيط بيعلمنا التواضع والاتكال على الله شو على طرز قال له تمموا خلاصكم بخوف ورعدة فكيف بعد نجاح أعمال دنيوية فهيدا التخطيط الدنيوي الخالي من الله هو الرديق يلي فيه اتكال على النفس يلي فيه كبريا إنسانية المطلوب أنه نتواضع ونخاف الله ونفوت الله على حياتنا ومشروع عملنا هلأ هوني هيدا اللي بينطبق على مشروع العمل لأنه هيدا مشروع شغل وهيدا كتير بيدوخ العالم العالم موضوع مشروع الشغل بيوترهم أكيد هكذا الشباب صغار الاختصاص وين بلاقي عمل أي عمل بقبل أي شغل وخاصة إذا توقف العمل وبدو يبلش بعمل جديد رح يوقف عن جديد على مفتر هذا توتر العمل قلق العمل يرافق الإنسان دائما بس هيدا بينطبق على أمور أخرى على الاختصاص على الزواج مين بياخد إلى آخره فهل نحن نطلب من الله الإرشاد وننطر تناخده حتى ناخد الخطوة التالية الصعبة يلي بتكون أحيانا كلفة عالية إذا واحد خطط تنروح على هالمدينة أو تلك وسافر ورجع خالي اليدين ما في شي مية بالمية أستيس خليني هيك أخد مثل من أيامنا العادية يعني فيه ناس أني بخططوا بنفسه الله مش موجود بحياتهم للأسف ولكن بيشوفهم وصلوا إلى مراتب صحيح وبيخبروك نحن منضل بالكنيسة نحن منصلي هنا ممكن يا بيروحوا بيتمتموا يا ما بيدعسوا بالكنيسة لا ممكن ما بيروحوا وممكن ما بيروحوا لا ممكن ما بيروحوا بس كتير خليني نقول بينه لأننا هيك منقول الله عطيون من نعماته ولكن في كتار خايفين الله وبيقوله فلتكن مشيئتك يا الله وهن على الأرض يحكم فشخة معا فيون يتقدموا كيف فينا نفسر هيدا الموضوع في عنا هولي صاروا ثلاث أصناف من الناس عندك صنف يلي بيقول متكل على الله ومش متكل على الله نعم حطيتيه بينجح وصنف مش متكل على الله أبدا وبينجح وصنف متكل على الله وما بينجح ايه ليش ما عملنا صنف رابع بعد فيه ايه أكيد صنف بيتكل على الله وبيشتغل وبينجح لأنه هيدا الصنف التالث اللي انت حضرتك حكيتي عنه هو بالحقيقة منه الصنف اللي عم بيحكي عنه يعقوب أخو الرب ومنه الصنف اللي بيشاهي هيدا الصنف الفشلين ويعود بفشله لأ الله ما هي إذا قلنا أنه أنا انت قالت الله وما نجحت بيطلع الحق على الله أنه ليه مساعدني ايه والله صالح ومحب وجواد وكريم فالله دايما بيساعد الإنسان فهيدا الصنف التالث موجود وموجود بكترة وفي منهم بياخدوا حجة لعدم المبادرة والأقدام والشغل بيلزقوا بأله أنه الله ما قال لي تعمل كذا وكذا وأنا ناطره ويمكن يجي بيقلك أنه أنا منصرف للصلاة وهو ما بده يشتغل هو واحد كسول بدك تستحضر هوني مثل الوزنات وأمثال أخرى يسوع أعطاها حتى يقوم ويشتغله ويكونوا أمناء في القليل وفي الكثير يلي احكيتيني عن شو بيعلمونا الأجداد والكبار في السن كان عندهم مثل غير بس أنك تقولي إن شاء الله أو إن شاء الرب كان يقول أمي عبدي تقوم معك أنا بدي رافقك أنا بدي سندك فلا بدنا نشتغل هلأ شو بنعمل إذا الصنف الأول والتاني أو الصنف اللي هو مش بدك الله الله ناجح آه في نجاح الله من نواقف ضد الإنسان إذا عم بيشتغل كمان في عندي للنجاح قصة المثابرة العمل الذكى الحكمة حسن اختيار الشغل إلى آخره يعقوا مش ضدهم بس عم بيقول للإنسان المؤمن أنت عم بتخطط مثلك مثل الدنيوي أهل الدنيا اللي مش منتسبين للإيمان وحاطط الله بره بالوقت اللي أنت عم تقول أنه الله بحياتك فدعيه الله يكون بحياتك حتى الله يباركك لأنه بالأخير الإنسان بالأول وبالأخير الإنسان اللي هو إجل عند ربنا إجل عند ربنا لأنه بيعرف أنه الله خلقه ونسمة الحياة منه والله الذي يعطي القوة لإصطناع الثروة هيكي هذه عبارة بالكتاب مدس الله بيعطيك القوة حتى تصنعي الشغل وتصنعي الثروة المردود طبعا إذا كنت نيتك طيب وقلبك صاف طبعا وليس قاهد عن تعمل إخبار وروايات لذلك إذا بدرجع ناخد هذا الصنف الرابع حتى يتيه الصنف التالت وأنا قلتلك لا يجب أن يكون صنف رابع أفضل منه هلأ نحن هذا الكلام لشو حتى نحن العم منخطط له هل هو بما شئته هل بيكون معنا هل بيباركنا أكيد هيدا السؤال صحيب سبت جاي من تابه نعم أنا بس بدي أسألك أسيس يعني هل يبارك الله خطوات المخطط والمنفذ والمنصق والعامل لحاله أنا خططته نفسته ومشيت بحياتي بدون حتى ما قاله يا رب يرشدني ببارك اللي أنا عملته ولا يمكن بيكون عنده مأخذ أنه طيب أنا موجود بالحيات صحيح إذا كنت ماشي مزبوط طالعا على الدرجة مزبوط بيوصل إذا طالعا عم بينطنت وكذا ممكن يقلوا بيكسر حاله الله عطول بيبارك لأنه الله يشرك شمسه على الأشرار والصالحين ولكن هون عم نقول للإنسان اللي لازم يكون متوكل على الرب فلازم يطلب الله بحياته وما يراهن على أنه الله دائما بدي يبارك إذا نطرد الله من حياتنا كمان أمر مش منيح هلأ في مجتمعات طردت الله من حياته هتحكييني كتير أمثلة عن مجتمعات كانت ملحدة وعملة صناعات وعملة اقتصاد هلأ ما بدي أنا أجي بس استخدم المنطق الديني لأقلك أنه عادي تنهار خدي مثلا الاتحاد السوفيتي أنه عادي نهار ولكن أنا معني كإنسان مؤمن تخاف الله أنه أطلب الله أوكي؟ أنا معني بذلك لما انشوول يعني صار اسمه بولوس بولوس هذا سول فيما بعد اهتدى اجى المسيح على طريق ديماشق هو راح يتطهد المسيحيين بدماشق وظهر له قال له من أنت؟ قال له أنا يسوع الذي أنت تتطهد وقال له ماذا تريد أن أفعل يا رب فراح لعند زلمي بالشام بدماشق اسمه حنانية شو بقول له هذا الزلم بقول له الله انتخبك لتعلم ما شيئته نحن نظنه لازم يكون الله انتخبه لا يخلص الله انتخبه لا يقاتسه الله انتخبه لا يبعته رسول أول كلمة قال لها لتعلم ما شيئته من هون نشوف شيء أنه الله يريد أنه إنسان يعلم مشيئته عن بداية المشوار مع الله هاللقاء اللي هو كان من أكسداء هو عمل أكسداء مع الله على طريق دمشق ظهر له الرب شمس الحصان ووقعه وهون كان اهتداء عظيم تراجيدي قال له الله دخل بحياتك لتعرف مشيئته خلينا نقول نعم الله عنده مشيئة أنا بدي أعرف شو هي لأنه وقتها بتنقش فينا نحن نوفق بين التخطيط البشري وخليني أقول والتدخل الإلهي ما بعرف إذا الكلمة بمحلة يعني فينا نحن نوفق بين التخطيط اللي نحن عم نعمله وبين الإرشاد الإلهي ومشيئة الله ونحس فيها حتما هوني في سينفونية يعني توافقية ما قال له ما تقول بروحها المدينة وتلك التجر وأروح ما قال له أعطي تلفز فيهون قال له إن شاء الرب وعشنا نفعل هذا إذا إيه إيه فأنت عم بتقول أنه أنا حياتي كلها متوقفة على نسبة الحيات الجاية من عنده أنا بدي أطلب إرادته بدي أطلب رضا وبي أتكل عليه لأنه فيه احتمال بكرة ما يكون موجود فأنا البكرة ما بني على مشيئته أنا بدي أطلب مشيئته بدي أستند عليه وسأقوم وأفعل لما كانوا عم بيبنوا المدينة المهدومة الأسوار قالوا إذا شاء الرب نقوم ونبني فنحن لازم نقوم ولازم نبني ويكون لنا خطة وأقدام ومثابرة ورغبة في العمل ونطلب مشيئة الله والله ببارك إذا حدا كسرنا نحن وعم نعملهم هولي كلهم إذا حدا كسر الجوان ومع أنه نحن أخدين بمشيئة ربنا وعم نخططه وعم نتابع شو بنعمل بالحقيقة هيدا من الاحتمالات المنطقية اللي عم تحكيها لأنه بتصير وهون بيصير الإنسان متردد هل أنا كنت بمشيئة الله أو ما كنت وبالتالي إجا مين كسلنا مأديفنا هيك إحنا بنقول الحياة فيها صعوبات وكمان لما نحكي بالمنطق الديني ممكن أنه نلامس الوهم لما نقول للناس أنه كل شيء تمام السجاد الحمرة مفروشة والورود عم تنكب وكله ممتاز فممكن أنه يصير فيه خربطات وهون بيقع الإنسان بحيرة هل كانت مشيئة الله لإله أنه يدخل بالمشروع اللي هو طلب رضالي وبعدين صار خربطات على الطريق فهل بيكون الله أرشدني أم أنا مشيت من تلقاء نفسي بناء عليه عم بعيني عم بتعرض عم بتواجهني المقاومة عم بيسير هالمشكل ما عندي الجواب لأنه بدك تعرفي الأسرار الإلهية فيه شيء أسرار ما بعرفها ولكن نحنا الحياة من قال أنها سهلة نحنا لازم نقوم ونثابر ونواجه ونظلنا أقوية بذاتنا وهون نحنا لما نجي للتعليم الديني وخاصة للولاد الصغار وطالع نحنا عحيم نكون عم نعطيهم أبر وهم وهيدا خطير أن تضرب الناس أبر وهم أنه ما تعطى الهم بكرة كل شيء لا مش صحيح لازم نقلهم أن الحياة مليئة بالأمواج المفاجئة والعاتية وإنت عليك أنك تتقاوم وتتكل فهيدا الاستسلام أو بعدين أنه الله خذلني ممكن يكون كتير مردود وخطير على حياة الإنسان وهيدا اللي بيزعزع إيمان الناس وبيكبهم في الشك والإلحاد أنا بقول لا لازم نحنا نعرف أن الحياة فيها تحديات ونحنا بدنا نضلنا نواجه الحياة ونقول إن شاء الرب نفعل هذا أو ذاك ونتكل على الله هل من ضمانات لنجاح مستقبل الفرد يا أسيس في ضمانات الوحد بيتخذ علاعته من خلال مسيرته ومن خلال علاقته بالرب الإله في ضمانات أكيد مثل لما الوعد الإلهي أنا معكم أنا معك لا تخاف فوجوده معنا وهلأ السؤال اللي سبق هيدا الحالات تائما أقل حدوثا من حالات البركة التوفيق أكتر الخربطات أقل بس الخربطات تجي موجعة بالوقت اللي التوفيق بيمروا سلسة ما فيه مثله كتير ولكن الله بشكل عام مش واقف ضد الناس وضد اللي بيتكلوا عليه يتركوا يتبهدلوا أبدا وإن حصل مكروه ما وهون المسيح لما نوصل لعشاء الأخير وبعد منه راح إلى البستان ليوصلي وشاف قدامه الصليب كان بعد ما وصل للصليب شاف قدامه الصليب قال له إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس كانت صعبة قال له لتكن لا إرادتي بل إرادتك فنحن بدنا نتوقع كل شيء ومدخور كوانا وإن سقطت أقوم وإن سقطت أقوم هذه بغاية الأهمية حتى نضلنا على إجراءنا لأنه وقتها بيكون حقق إبليس ما رامو منا إذا كسرنا ونحن لازم نضلنا شامخين ما ننكسر والرب يعطينا هو رافع رؤوسنا فمش لازم ننكسر إن شاء الله يا أسيس نضل هيك مثل ما بيقولوا مدججين بالإيمان وبالقوة حتى لو نخبطنا أو نضربنا أو نكسرنا نرجع نقدر نقف على إجرينا ونقوم من أول وجديد بمشيئة ربنا أنا بدأت أشكر وشودك معنا وبأي تنهار سعيد يا رب أهلا وسهلا فيك شكرا أصدقائنا المشاهدين نحن بريك وبترجع زميل تيريط تخوري بتنضم لرفقتكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر